الحملة التي تقودها هيئة النزاهة لمحاربة جائحة الفساد مستمرة وبوتيرة متصاعدة لكشف ملفات جديدة 52 مذكرة استقدام بحق درجات خاصة فضلا عن فتحها لملفات كبيرة ومهمة تخص إيقاف الهدر في المال العام هيئة النزاهة بدأت تمنح هدر المال العام تصور يوم أمس منعت هدر 44 مليار دينار مليار مبلغ كبير وقبلها وقبلها وما زالت يوميا تقدم لنا بيانات بإيقاف هدر مليارات الدنانير وربما نهاية العام سنصل إلى مبلغ تريليون دينار هيئة النزاهة قامت بمنع هدره واسترجاعه إلى الموادنة الحكومية ملفات الخاصة في كل الوزارات التي عليها شبهات فساد النزاهة اليوم تعمل بصمت رهيب وبصمت فيه من الهدوء والحذر الكبير لملاحقة كل المتهمين تستقبل كل من يمتلك أدلة على إدانة بعض الفاسدين وبعض الشخصيات لكي تلاحقهم قضائية ستراتيجية مكافحة الفساد لم تقتصر على الملاحقة والمحاسبة داخليا بل امتدت إلى متابعة الأموال المهربة للخارج واسترجاعها إلى خزينة الدولة عبر تفاهمات مع طراف إقليمية وستطاع السيد السوداني طبعا أثناء استلام السلطة أن يدعم نهاية النزاهة من خلال لجان وأيضا استطاع أن يتنشط خارجيا من خلال العلاقات مع الدول المجاورة والتي تتواجد فيها الفاسدين بحيث ترد الكثير من الأموال لداخل عراق بوصلة الإنجاز المتحقق فيما يخص هذا الملف تجري وفق أليات رسمتها الحكومة الحالية ضمن برنامجها الإصلاحي الهادف إلى ضرب مرتكزات الفساد أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد